من وزارة التضامن الاجتماعي اللي هتوقع بروتوكول تعاون النهاردة ما بين الوزارة ومؤسسة ساويرس لدعم أنشطة الطفولة المبكرة وغرفة صناعة الملابس الجهزة لتمكين المرأة المعيلة مع مراسل اكسرا نيوز الزميل كريم رجب صباح الخير عليك يا كريم تمام معاك صباح الخير عليك يا كريم ويهمنا تقول لنا أبرز ملامح هذا البروتوكول اللي هيتم توقيعه اليوم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس وما سوف هيتم تقديمه من دعم للمرأة المعيلة تطفولة المبكرة وهذا نعم يعني هذا البروتوكول واحد من أهم البروتوكولات خاصة أنه يأتي ضمن المشروع القومي لتطفولة المبكرة هذا المشروع الذي يستهدف الأطفال من سن يوم إلى ست سنوات وهو بالأساس يهدف إلى تنمية المؤسسات التعليمية التي تستقبل هؤلاء الأطفال في سن مبكر خاصة أن هناك نسبة ثماني في المائة لا يلتحقون بدور الحضانة أو المراحل التعليمية مقابل التعليم المدرسي وهذه واحدة من أهم المشكلات التي تواجه هذه الفئة في عدد من المحافظات هذا المشروع تم إطلاقه منذ خمس سنوات تقريبا ويهدف بالأساس إلى تنمية مهارات الأطفال وتنمية المهارات الاجتماعية وبالإضافة أيضا إلى البناء النفسي الجيد لهؤلاء الأطفال وهذا أيضا بالأساس يعني يحتاج إلى وجود منشآت تعليمية جيدة تستطيع أن تستقبل هؤلاء الأطفال وتقدم لهم خدمات تعليمية وتربوية جيدة لذا فإن المرحلة الأولى والثانية من هذا المشروع وتم فيها تطوير نحو 1980 فصلا دراسيا بواقع 540 دار حضانة وهذا أيضا كان في المرحلة الأولى بينما المرحلة الثانية ستستهدف 60 فصلا وسيتم العمل عليها حتى نهاية ديسمبر المقبل أيضا هذا المشروع التكلفة الإجمالية له تبلغ نحو 250 مليون جنيه ويساهم في هذا المشروع عدد من المؤسسات والشراقات مع وزارة التضامن الاجتماعي خاصة أن وزيرة التضامن الاجتماعي قالت قبل ذلك أن هذا المشروع لن ينجح إلا بالتعاون مع مؤسسات الخاصة وأيضا المؤسسات المجتمع المدنية لذا هناك بعض الرجال الأعمال وأيضا المؤسسات الخاصة والشركات الخاصة تقوم بتمويل هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية لذا فهو من أهم المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية وهو أيضا سيستهدف الفئات المحرومة وأيضا الفئات التي توجد في القرى النائية والقرى في أطراط المحافظات المختلفة إليك يا أسماء أنا بشكرك جدا يا كريم كل شكر للزميل كريم رجب بشكرك وبكل تأكيد هنعود معك مرة أخرى على شاشة أكسترانيوز على مدار اليوم